باب ما جاء في من لم يقنع بالحرف بالله أنت معظم لله إذا حلف لك إنسان بالله إيش تسمع؟ تصدر ولا بد لأنك تعظم أما لا تقتنع له إلا إذا كان تعلم مئة بالمئة نكاذب هذا ما تصدره أو يقلب على الظن أنه كاذب أما يتساوى الأمران يترجح صدقه تعلم صدق الأب وتصدر فالقضية عندما أخر منه هو حلف هذا يعلم أنه كاذب لكن من أجل أنه يرضى بالحكم الشرعي قال رضيت باليمين لأنه حلف بالله حكم شرعي إذن هذا اقتنع بالحلف بالله لماذا؟ لأنه موحد نعم قال باب قولي ما شاء الله وشيت قول ما شاء الله وشيت طيجل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيت بماذا أجاب ما شاء الله وشيت أولا الشركة أكبره وصار أصل وقد وصل لها لو قال لبقاه ما شاء الله وشيت اشتقوا ما شاء الله وخطر موحد محقق للتوحيد يقول يقول أجعلت لله ند بل ما شاء الله وحده شوف هنا قام ما شاء الله وشيت شرك أكبر وصار أصل الإجابة هنا عكس قال أجعلت لله ند أجعلت لله ند من الشرك كأن يقول له هذا يؤدي للأكبر وأن الأدلة من الكتاب والسنة وقال السلف أنهم كانوا يطلق على الشركة أن أن الآيات النازلة في الشركة الأصغر ندعم الأكبر نعم